لو عايزين تعملوا ساندوط شاورمة زي ده لذيذ وشكله حلو قوي كده تعالوا بسرعة اقولكم على طريقة سهلة جدا من غير ما تاخد منك وقت عملتلكو قبل كده فيديو عن تدبيلة الشاورمة اللي ما شفش الفيديو يروح يشوفه بسرعة تدبيلة مكوناتها سهلة البهرات اللي احنا شايفينها مع بعض حننقع اللحمة في التدبيلة دي لمدة ما تقلش عن ست ساعات او ليلة كاملة بعد كده حنصفي اللحمة من التدبيلة دي خالص مش عايزين اي سوايل ما تبقى موجودة في اللحمة على طاصة حمية فيها زبدة وزيت او زيت بس او سمنة بس او ممكن لو عندنا قطعة اتلية حنسياحها على النار واح نستخدمها في تسوية الشاورمة دي نحط اللحمة على النار وهي سخنة ننزلها ونقلب تقليب بسرعة كده علشان اللحمة كلها تاخد الصدمة معنا ولونها يتغير على طول لان مش عايزين اللحمة تنزل اي مية او اي سوايل من السوايل بتاعتها علشان تفضل طرية معنا ممكن ننزل اللحمة على كزا مرحلة علشان نتأكد ان المادة الدهنية بتاعتنا سخنة بدرجة حرارتها ما بتقلش علشان اللحمة تاخد الصدمة بتاعتها بطريقة مطلوبة بعد ما نسيب الشاورمة بتاعتنا تستوي على نار متوسط نفضل نقلبها كل شوية حضيف البصل الشرايح ده لو احنا حابين ان احنا نعمل الشاورمة بتاعتنا بالبصل لان طبعا من ضمن المكونات المميزة لساندوش الشاورمة البصل اللي بي موجود جواه الغرض ان احنا ننزل البصل في الدهون بتاعت الشاورمة دي ان هو ياخد من طعم الشاورمة والشاورمة تاخد من طعم البصل احنا مش هنساوي البصل ولا هنحمره يعني ولا حتى حيوصل لدرجة ان هو يتبل عايزين البصل يبقى جامد معنا هنشيله من الانصفيه من الدهون اللي هو فيها دي ونحطه على جنب هنجيب عيش الصاج بتاعنا او العيش الفينو او الكايزر بس طبعا يفضل العيش الصاج هنفرده ونحط عليه الصوس اللي احنا برضو عملناه قبل كده مع بعض انصحكم ان انتوا ترجعوا للفيديو تشوفوا طريقة عمل الصوس او الطحينة بتاعت الساندوشات طريقة حلوة قوي وسهلة جدا وطعمها حلو جدا هنبتدي نرس الساندوش بتاعنا نضيف كمية اللي احنا بنحبها من الطحينة او الصوس بتاعنا ونبتدي نرس بقى المكونات طبعا هو الاساسي بتاعنا بخلل الخيار الطماطم الشاورمة بتاعتنا والبصل وممكن نضيف طبعا بقدونس بيدي طعم كويس قوي هنرس الساندوش بتاعنا ونقفله بان احنا نطبقه على بعض زي ما احنا شايفين كده ندخل الجنبين ونعمله رول خلص الكمية بتاعتنا كلها وبعد كده هنبتدي ناخده نحماصه شوية على النار ممكن في ساندوش ميكر او في النفس الطوصة اللي احنا عملنا فيها الشاورمة بتاعتنا سوينا فيها الشاورمة بتاعتنا بنفس الدهون اللي كانت نازلة من الشاورمة بيدي طعم حلو جدا انسحكم تجربوا الطريقة ديد ان شاء الله تعجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم واللي بتشوفني على اليوتيوب ما ينساش يعمل سبسكرايب